بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرد جبرى المصفوفات ومع الدرس الثاني من الوحدة الثانية وهو بعنوان حساب المحددات باستخدام الاقتزال الصفي أهداف الدرس التعرف على تأثير العاميات الصفية الأولية على حساب المحددات التعرف على حالات عدام قيمة المحدد إيجاد قيمة محدد ما باستخدام العاميات الصفية الأولية أو العمودية الأولية إيجاد قيمة محدد المصفوفات الأولية في البداية نتعرف على تأثير العمليات الصفية الأولية على قيمة المحدد فلو أن عندنا المصفوفة A عناصرها A1-1, A1-2, A1-3 A2-1, A2-2, A2-3 A3-1, A3-2, A3-3 نعلم أننا إذا وجدنا محدد هذه المصفوفة سيكون رمزه ضد A إذن ماذا لو ضربنا الصف الأول مثلا في عدد K؟ ماذا ستكون قيمة المحدد الجديد بالنسبة للقديم؟ ماذا لو بدلنا صفيني؟ ماذا سوف تكون قيمة المحدد الجديد بعد تديل صفيني؟ ماذا لو ضربنا صف في عدد ثم جمعناه على صف آخر؟ كل هذا يلقصه الجدول الذي أمامنا ففي الصف الأول ضربنا عناصر الصف الأول في المصفة A في العدد K ليعطينا المصفوفة B الجديدة هي نفس المصفة القديمة ولكن ضربنا الصف الأول في العدد K فوجدنا أن محدد المصفوفة الجديدة DTB يساوي نفس محدد المصفوفة القديمة مضروبا في العدد K بمعنى أننا إذا ضربنا مصفوفة ما ضربنا أحد صفوفها في عدد ما فإن قيمة محدد المصفوفة الجديدة هو نفس قيمة محدد المصفوفة القديمة مضروبا في هذا العدد K الخاصية الثانية المصفوفة B جئنا بها بإبدال الصفين الأول مكان الثاني وهي العملية الصفية الأولية الثانية إبدال الصف مع بعضها فوجدنا أن قيمة المحدد للمصفوفة الجديدة DTB هو نفس قيمة المحدد للمصفوفة القديمة مضروبا في إشارة سالب بعكس الإشارة نفس القيمة بعكس الإشارة أي أننا إذا بدلنا صفين من صفوف المصفوفة فإن قيمة المحدد الجديد هي نفس قيمة المحدد القديم ولكن بعكس الإشارة أخيرا ماذا لو ضربنا الصف الثاني مثلا هنا ضربنا الصف الثاني في العدد K K في R2 وجمعنا الناتج على الصف الأول كيف ستتأثر قيمة المحدد في هذه الحالة وجدنا في هذه الحالة أن قيمة المحدد لا تتغير بمعنى أننا إذا ضربنا صف في مصفوفة ما في عدد وجمعنا هذا الصف على صف آخر فإن قيمة محدد المصفوفة لا تتغير إذن مجمل القول أننا إذا أجرينا عملية ضرب أحد صفوف المصفوفة في عدد وجمعناها على صف آخر لا تتغير قيمة المحدد بينما تتغير في حالتين الحالة الأولى إذا ضربنا صف في عدد ما فإن قيمة المحدد الجديد هي قيمة المحدد القديم في عدد K الذي ضربناه وإذا بدلنا صفيني فإن قيمة المحدد الجديد هي قيمة المحدد القديم بعكس الإشارة